وكما نتابع مشاهدينا في عمليات التصويت لا تزال مستمرة في 121 دولة من خلال 137 مقر ولجنة الانتخابية حيث نشهد اليوم الثالث في هذه الانتخابات الرئاسية 20-24 حيث توافد عدد كبير من المصريين على اللجان المختلفة في مختلف دول العالم وشهدنا هذا المشهد الذي يعبر عن الوعي المصري ووعي المواطن بأولويات بلده وبالقضايا الهمة فيها وبضرورة المشاركة السياسية وكما تبعنا من خلال المؤتمرات الصحفية المختلفة لم توجد آية أعراقيل بعض المشكلات الفنية أو التقنية التي يتم التعامل معها بكل سرعة حتى تتم عملية الإدلاء بالصوت بكل سلاسة ويسر هذه العملية الانتخابية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بدأت في الأول من ديسمبر وستنتهي اليوم في تمام التاسعة حسب التوقيت المحلي لكل دولة وقد أغلقت سندق الاقتراع وبدأت عمليات الفرز في بعض الدول بالفعل بسبب فارق التوقيت من بينها نيوزيلندا التي بدأت منذ ساعات في عمليات الفرز فرز أصوات الناخبين في هذه الانتخابات التي استفى فيها المصريون في الخارج الجاليات المصرية المختلفة رغم بعد المسافات في بعض الأحيان ورغم الظروف الجوية القاسية وظروف العمل إلا أن الجميع حارص على التواجد والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي عبر عن وعي المواطن المصري ببلده ووطنه وسننتظر بالتأكيد مؤتمرات صحفية على مدار ما تبقى من اليوم لتوضيح الجديد بشأن ما يحدث في المقار الكنسولية المختلفة بمختلف دول العالم وأبرز ما تم رصده من خلال غرفة العمليات في الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا غرف العمليات التي شكلتها الأحزاب المختلفة في متابعة لتعامل المواطنين المصريين مع هذه الانتخابات الهمة خلال جولتنا على مدار اليوم تابعنا لجان متباينة تابعنا التوافد والإقبال على هذه اللجان من قبل المواطنين المصريين المشاركة شملت كبار السن السيدات والشباب الجيل الثاني كان هناك حرص منه على التواجد في هذه المقارات وهذه اللجان المختلفة لرؤية هذا المشهد الديمقراطي ورؤية هذا الحب من المصريين لأوطانهم رغم اغترابهم عنها وكان هناك حرص من مختلف الجاليات على مدار الأشهر الفائتة للدعاية والقيام أيضا بتوعية المواطنين المصريين بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية 20-24 التي يتنافس فيها أربعة مرشحين على هذا المقعد مقعد الرئاسة ومن سيتولى سدة الحكم بالتأكيد سنجد العديد من التطورات فيما يتعلق بمستقبل مصر وهو ما يهم جميع المواطنين الذين يحرصون على مستقبل لهم ولأطفالهم